السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين سأتحدث معكم يا أحبابي في تأويل رؤية الإسلام كل مشرك رأى في منامه أو رأاه غير كأنه في الجنة أو على أساورة من فضة فإن رأى مشرك أنه أسلم أو رأى أنه يصلي نحو القبلة أو رأى أنه يشكر الله تعالى هدى للإسلام وإن كان في دار الشرك فرأى في منامه أنه يتحول إلى غير دار الإسلام فإنه يموت عاجلا لأن دار الإسلام دار الحق فمن رأى سلم في منامه كأنه يقول أسلمت فإن رأى مسلم في منامه كأنه يقول أسلمت استقامت أموره واستحكم أخلاصه فإن رأى مسلم كأنه يسلم ثانيا سلم من الآفات ومن رأى من المشركين كأنه كان ميتا فحيا فإنه يسلم وكذلك إذا رأى سعى في صدره فإنه يسلم وكذلك إذا رأى نفسه في سفينة في البحر فإنه يسلم تفسير رؤية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنا لقاء آخر إن شاء الله في تفسير جديد تفسير الرؤى معكم أم الصابرين أرجو الاشتراك في قناتي والله أعلى وأهلا